نرجع بقى لمساعدتنا ولشكل ودعمنا وإغاثتنا إحنا بنحدد كتحالف مطالبنا في ضرورة دخول المساعدات وبنرجع بقى للشعب المصري وبنرجع لنا بقى ما بيننا وبينبعض إن إحنا محتاجين نكمل محتاجين نبقى جهزين إحنا جي نكمل إزاي برضو يا أستاذ عصام لأن أنا عارفة إن الصوت مهم جدا النهاردة حملة زي متضامنونة حتى الإغاثة دي مفروض الكابين دي هتبتدي من بكرة وده يمكن اللي تقلنا إحنا كناس يعني مشغالين في الميديا أو في الإعلام إن إبداءوا من بكرة كله يحط على السوشيال ميديا هل ده هيأثر لما أنا النهاردة أحط بوست زي ده أو إن أنا أقول أو غير طبعا الدعم والتبرعات هل ده فعلا هيأثر؟ بالتأكيد بالتأكيد هيأثر حضرتك كشخصية عامة وكشخصية مسموعة وكشخصية محل ثقة من كل أفراد الشعب لما بيشوفوا حضرتك بتبدأي بالتأكيد بيبقى متحمس إنه هو كمان يبدأ ويتبرع إحنا خلينا بقى أحكي بالتفاصيل شوية حوالين إزاي حضرتك وإزاي أنا كمواطن عادي أتبرع لأهلين في غزة الجهة الرسمية اللي منوطة بتجميع التبرعات هي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اللي هو بيضم كبريات المؤسسات الأهلية في مصر مؤسسات التحالف كلها على يعني مدار الساعة بفتحة أبوابها لتجميع التبرعات والعمل على تجميع التبرعات أنا عايز بس أقول إنه السادة المشاهدين اللي سمعيننا دلوقتي بقولوا طب أنتو بتتكلموا على عشرين شاحنة بس اللي هتدخل منين عايزين تجمعوا تبرعات تانية ومنين عايزين تجهزوا بتبرعات تانية طب من أول الحقيقة برضو إحنا عشان التبرع يوصل محتاجين وقت فإحنا بنقول إن إحنا بدايتنا بالزبط بدايتنا بالتبرع ده معناه فرصة لمؤسسات التحالف إن إحنا نشتغل على التجهيز وأملنا في القيادة السياسية كبير جدا ولا متناهي في إنها حتدعم وحتتساعد وحتضغط إنه الدعم يوصل لأهلي اشتركوا في القناة